تحياتي لكم أصدقائي أصدقاء تيتا شو النهاردة هنتكلم عن تفسيرات مختصرة لعطاء الميت للحي في المنام فمثلا إذا أعطى الميت الحي مفتاحا في منامه فهو دليل على انفتاح أبواب الخير للرائي وهي أبواب متعددة وخير كثير إن شاء الله أما لو أعطى الميت الحي عملة من البلد التي يعيش فيها هذا الرائي فهو دليل على رزق فوري وسريع دليل على رزق فوري وسريع في حين لو أعطى الميت الحي دولارا مثلا فهو دليل على حصول على مال لكنه حصول متأخر أما لو أعطى الميت الحي ريالا ثعوديا فهو دليل للرائي على حج أو عمرة دليل على حج أو عمرة للرائي الميت انطلب من الحي طعاما يأتيه به فهو دليل على أن هذا الميت يريد من الحي أن يخرج له صدقة على روحه يريد أن يخرج له صدقة على روحه في حين أنه انطلب منه شيئا سائلا مثلا كماء أو شاي أو غير ذلك فهو دليل على حاجة هذا الميت إلى الدعاء فقط دليل على حاجة الميت للدعاء من الرائي الميت انطلب من الحي في منامه أن يغير المفتاح الذي هو مفتاح عمله أو منزله فهو دليل على أن الميت غير راضي عن هذا العمل أو عن هذا الزواج عن هذا العمل إن كان محلا أو عن هذا الزواج إن كان بيتا رزقنا الله وإياكم الرؤى الصالحة في وقتها إن شاء الله ووقانا وإياكم شرور الدنيا تحياتي لكم